ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نعم لماذا أقرأ القرآن؟ إن هذا حرف النون حرف ساكن قبله همزة مكسورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم حاولوا أن تجيبوا على هذه الأسئلة على شكل تعليقات أسفل هذا الفيديو اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بالإخوة الكرام والأخوات الفضليات في حلقة جديدة ضمن برنامج تيسير التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق أنهينا بحمد الله سبحانه وتعالى في الحلقة الماضية ما يتعلق بأحكام البسملة وكان السؤال الذي طرحناه في آخر الحلقة ما هي أوجه البسملة بين الصورتين عموما؟ وما هي أوجه البسملة بين صورتين الأنفال والتوبة؟ وما هي أوجه البسملة بين صورتين الناس والفاتحة؟ والجواب على هذه الأسئلة أيها الأكارم أن أوجه البسملة بين الصورتين عموما بالنسبة للإمام ورش رحمه الله تعالى ثلاثة أوجه أوجه البسملة بين الصورتين عموما عاردها ثلاثة أوجه الوجه الأول يسمى بالسكت والثاني يسمى الوصل بدون بسملة أما الوجه الثالث والأخير فيسمى بوجه البسملة وهذا الوجه يتفرع عنه ثلاثة أوجه فرعية الأول يسمى قطع الجميع والثاني يسمى وصل الجميع والثالث والأخير يسمى قطع الأول ووصل الثاني بالثالث وقد بينا بحمد الله تعالى في الحلقة الماضية المقصودة بهذه المصطلحات أما أوجه البسملة بين صورتين الأنفال والتوبة فقد ذكرنا أن عددها ثلاثة أوجه الأول يسمى بالسكت والثاني يسمى بالوصل بدون بسملة والثالث يسمى بالوقف أما عدد أوجه البسملة بين صورتي الناس والفاتحة فوجه واحد فقط وهو وجه البسملة إذا أراد القارئ أن يصل صورة الناس بصورة الفاتحة فليس له إلا وجه واحد فقط وهو وجه البسملة ويتفرع منه ثلاثة أوجه فرعية الأول هو قطع الجميع والثاني هو وصل الجميع أما الثالث والأخير فهو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث اليوم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى حكم جديد وإلى درس جديد وإلى قاعدة جديدة وهي أحكام الميم الساكنة فما هي الميم الساكنة وما هي أقسامها هذان السؤالان سنحاول أن نجيب عنهما في هذه الحلقة إن شاء الله نبدأ أولا بالميم الساكنة من حيث التعريف الميم الساكنة من حيث التعريف أيها الأكارم هي الميم التي فوقها سكون ميم ساكنة بمعنى ميم فوقها سكون أو بعبارة أخرى هي ميم خالية من الحركة ليست فيها فتحة ولا ضمة ولا كسرة هذه هي الميم الساكنة بكل بساطة وقد ذكر الله تعالى الميم الساكنة في عدد كبير من الكلمات في القرآن وأضرب لكم فقط بعض الأمثلة يقول تعالى في بداية صورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم ألم نشرح لك صدرك ويقول تعالى في بداية صورة البينة بسم الله الرحمن الرحيم لم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ويقول تعالى في صورة الفيل ترميهم 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 بحجارة من سجيل ويقول تعالى في صورة الكافرون ولا أنتم أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد فلو تأملت أخي الكريم وأختي الكريمة في كلمة لم وفي كلمة ألم وفي كلمة ترميهم وفي كلمة أنتم ستجد أن جميع هذه الكلمات فيها ميم فوقها سكون إذن هذه هي الميم الساكنة هذه الميم الساكنة أيها الكرام تنقسم في علم التجويد إلى قسمين ميم أصلية وميم زائدة ميم أصلية وميم زائدة أما النوع الأول فالمقصود به كل ميم أصلية في الكلمة أي كل ميم من جنس الكلمة ليست زائدة عنها وتكون هذه الميم الأصلية إما في وسط الكلمة وإما في آخر الكلمة أما مثالها في وسط الكلمة فقوله تعالى في صورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد 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 لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كلمة الحمد فيها ميم ساكنة أصلية في وسط الكلمة أما النوع الثاني فهو الميم الأصلية في آخر الكلمة ومثاله مثلا في قوله تعالى ألم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كلمة ألم فيها ميم أصلية في آخر الكلمة هذا هو القسم الأول الميم الأصلية أما النوع الثاني فهو الميم الزائدة عن الكلمة يعني ليست أصلية فيها وليست من جنس حروفها لكنها زائدة عنها ويسميها علماء التجويد بميم الجمع ميم الجمع ما هي ميم الجمع؟ ميم الجمع أيها الأكارم هي كل ميم زائدة عن الكلمة تدل على الجمع المذكر إما المخاطب وإما الغائب هي كل ميم ليست أصلية في الكلمة وإنما زائدة عنها تدل على جمع المذكر لا تدل على جمع المؤنة وإنما تدل على الجمع المذكر فقط إما بصيغة المخاطب والمقصود به ضمير أنتم أو بصيغة الغياب أو بصيغة الغائب وضمير المقصود به والضمير المقصود به هم إذن ميم الجمع تدل إما على ضمير أنتم المخاطب أو ضمير الجمع المذكر الغائب وهو هم وهذه الميم الزائدة لا يمكن أن تكون في وسط الكلمة فهي لا تكون إلا في آخر الكلمة فقط ومن أمثلتها في القرآن الكريم قوله تعالى ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم فأصل الكلمة هو فعل المضارع ترمي رمت في المضارع ترمي أضفنا إليها ضميرا متصلا في آخره ميم زائدة ساكنة هذه هي ميم الجمع قلنا تدل على الجمع المخاطب أو على جمع المذكر الغائب وعلامتها أنها تكون في آخر الكلمة وتكون مسبوقة بأربعة حروف وهي الهمزة والهاء والتاء والكاف وقد جمع العلماء هذه الحروف الأربعة في كلمة أهتكوا في كلمة أهتكوا ولو تأملنا أيها الكرام في هذه الحروف الأربعة سنجد أن ثلاثة منها تدل على المخاطب وهي الهمزة والتاء والكاف أما الحرف الوحيد الدال على صيغة الغياب أو على الغائب فهو حرف الهاء وكما يقال بالمثال يتضح المقال سوف أعطيكم مجموعة من الأمثلة على ميم الجمع إما في صيغة المخاطب أو في صيغة الغياب نبدأ أولاً بصيغة المخاطب يقول تعالى في صورة الحاقة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم ها أم نقرأ كتابيه فكلمتها فكلمتها أم فيها في الأخير ميم ساكنة تدل على الجمع ومثالها في القرآن كذلك قوله تعالى وأنتم وأنتم لعلون وأنتم لعلون فكلمة أنتم فيها ميم زائدة تدل على صيغة المخاطب ومثالها في القرآن كذلك قوله تعالى أم لكم أيمان علينا بالغة فكلمة أم لكم كلمة لكم فيها ميم زائدة تدل على الجمع المذكر المخاطب أما مثالها في ضمير الغائب فقوله تعالى غير المغضوب عليهم عليهم أصل الكلمة هو حرف الجر على أضفنا إليه الضمير المتصل هم وهذا الضمير في آخره ميم ساكنة زائدة تدل على الجمع المذكر الغائب وقوله تعالى كذلك في القرآن على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم على خوف من فرعون وملائهم أصل الكلمة هي الملأ ملأ فرعون فأصل الكلمة هي من فرعون وملائه لكن الله تعالى عبر بصيغة الجمع للدلالة على أن ملأ فرعون كان كثيرا وكان قويا على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم فكلمة ملائهم فيها ميم زائدة تدل على الجمع المذكر الغائب ليس حقيقة وإنما تنزلا فقط لأن أصل الكلمة كما قلنا هي على خوف من فرعون وملائه وليس على ملائهم فهذه أيها الأفاضل هي الأقسام التي ذكرها العلماء في الميم الساكنة إذن نعيد الميم الساكنة تنقسم إلى قسمين ميم أصلية تكون من جنس الكلمة وتكون في وسط الكلمة وفي آخرها وميم زائدة لا تكون إلا في آخر الكلمة وتدل على الجمع المذكر لا تدل على الجمع المؤنت وتدل إما على صيغة المخاطب أنتم أو على صيغة الغائب هم وقبلها أربعة أحرف مجموعة في كلمة أهدك ختام هذه الحلقة إن شاء الله تعالى ستكون كالعادة بتمرين تطبيقي سوف أعطيكم مجموعة من الآيات والمطلوب منكم أن تميزوا بين الميم الأصلية وبين ميم الجمع الزائدة يقول تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع المثال الثاني يقول تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد والمثال الثالث قوله تعالى والشمس وضحاها والشمس وضحاها والمثال الرابع قوله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم والمثال الخامس قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى والمثال السادس والأخير قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى إذن هذه الأمثلة حاولوا أيها الأكريم أن تميزوا فيها بين الميم الأصلية وبين ميم الجمع ختام هذه الحلقة كالعادة سوف نقرأ فيها الجزء المقرر من القرآن الكريم وقد وصلنا إلى الآية السابعة عشر من صورة عبس انطلاقا من قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره سوف نبتدئ تلاوة هذا اليوم انطلاقا من قوله تعالى في صورة عبس قتل الإنسان ما أكفره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم هذا هو الجزء المقرر في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى أضرب لكم موعدا بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى وإلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إنتاج المسلم الأمازيغي إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد